صلاحية مجلس المفوضين إدارة العملية الانتخابية برمتها وكذلك إدارة المفوضية من الناحية الإدارية هذا الموضوع حقيقة للي حضرتك سألتنا علي أنا ليس لدي معلومات تفصيلية عنه ولكن بشكل عام نعم من الناحية القانونية هي صلاحية مجلس المفوضين وطبعا لكن بالقيود القانونية يعني بشرط أنه هذا الموضوع يكون قرار العفاء مسببا وبالتالي من ناحية التوقيت هم مهم أيضا لأننا حقيقة تعرف حضرتك الآن يعني تسارح خطوات تجرى الانتخابات فيبدو أن بلحاظ هذين الموضوعين التوقيت والتسبيب يكون طبعا مهم يعني إعلام الرأي العام بهما وبالتأكيد كما قلت لك نعم هي صلاحية مجلس المفوضين باعتباره هو المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية طيب إذن من حقها يعني أن تنهي تكليف أي موظف في أي وقت وفق هذه الحجود اللي بيانته يعني أن يكون القرار مسببا في الإعفاء والقضية الثانية مراعاة التوقيت باعتبار أنه التوقيت اليوم حرج نحن نقترب من الحدث الانتخابي وبالتالي مثل هذه القرارات ربما قد تربك المشهد لكن سيد صفاي هذا القرار اتخذ ليس فقط في نينوى جاء في أربيل وكاركوك وواسط ما سبب اعتراض بعض الكتل السياسية حيان هذا القرار هو ذكرت لك أنا حسب القانون مجلس المفوضين هو المسؤول بالتالي يعني مجلس المفوضين هو حقيقة يسعى إلى إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبالتالي لا يسعى إلى إرضاء الكل يعني مو أي جهة تعترض يعني معنات أنه يعني تكون هذه الجهة محقة احنا ذكرنا المعايير هي معايير قانونية وبالتالي ربما حتى يعني أي جهة إذا كانت لديها ثبتات قانونية فموجود القضاء وممكن أن بالمناسبة ترى يعني قرارات مجلس المفوضين يعني بالجملة لا يوجد أي قرار محصن من الطعن فبالتالي موجودة لهيئة القضاء للانتخابات وإحنا ذكرنا هذه هي أصلا مهمة مجلس المفوضين طيب انت شون يتريد مجلس المفوضين يدير عملية نزيهة وشفافة وهو يعني يعترض على كل قراراته حسنا أنا ما أقول ربما بعض القرارات ربما قد بيها يعني ملاحظة هنا وهناك ولكن أقول المعيار هو اتباع الأساليب القانونية والقضائية في الاعتراف على هذه القرارات وليس سياسيا طيب يعني بما أنه يحظى بدعم حكومي ودعم دولي ربما مثل هذه الأمور من إقالة وغير ذلك ربما من تدخلات سياسية أو تدخلات حزبية اليوم ما هي المواقف أو المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام مجلس المفوضين يعني المعوقات يعني في الجملة هي إجراء الانتخابات بشكل عام هو أصلا الظرف استثنائي تعرفين حضرت الشليان الظرف يعني بكل المقاييس أمنيا صحيا فبالتالي الوضع يعني حقيقة لا يحسد عليه هذا واحد ولكن مثل ما تفضلت يعني هناك إرادة محلية وإقليمية ودولية لإنجاح الحدث الانتخابي لماذا؟ لأن هذا الحدث الانتخابي حقيقتنا القادم يعول عليه كثيرا في أنه يأتي بمخرجات جديدة تساهم في على الأقل استقرار الوضع الموجود إحنا الآن إذا ذهبنا إلى هذه الانتخابات وهذه الانتخابات حققت المراد بأن تكون هناك على الأقل ما أقول الكل ولكن نسبة معتد بها من الدماء الجديد اللي ممكن تكون تضخ يعني في العملية السياسية فبالتأكيد ربما تساهم بشكل أو بآخر في يعني زيادة الاستقرار السياسي وهذا هو المطلوب حقيقة ترجمة نانسي قنقر